رحيم. السلام عليكم. طبعا احنا الحمد لله احنا كلنا كده اندقران في بعض. فاحنا حناشل ايه. اه حالة حالة. اه مع بعض. سريعا كده عشان الوقت. اه ده عندنا الطفل اسمه ادم. الحقيقة هو كان ما بين في الكلينك في التأمين الصحي في الزازي وما بين الدكتور اه سامح توافيق في المعادي. الطفل ده بريزين ده تو اور كلينك عند عمر سنتين. البيرانس كونسالتد ميديكال الادوائس عند عمر سنة ونص. اه. فور كنسرن اوف ديلاد ستنج وده ديلاد تيثنج وفرست دينتيشن كان بدأ عند ففتين مانت. الالتشايل طبعا كما هو متوقع ديجنوزد از فيتامين د ديشانسي. واند رسيبت انترميتان تريتمن مع أورال كالفا كالسيدول واند فيتامين ديثري ولكن للأسف كان في بعض الانكومبلايينز فروم زفاملين. الكلينك الاجزامنشن ساعة مجنة كان طوله سبعين سنتي. الويت نين كيلو جرام. اه. ذات شايل طبعا ده عمره سنتين. فالولد طبعا كان فار بلو فور ستاندر ديفيشن بلو. ذات شايلد كان only sit alone for a minute but couldn't stand even with support. الاب وورك اب كان الكالسيوم حوالي 8.7. الايناس كالسيوم 1.3. السينام فوسفيت كان لو. الالكالان الفوسفاتيز كان معدل الف سبعمية. المجنيسيوم نورمال بوتاسيوم نورمال الصوديوم نورمال. اليورن بوتاسيوم يورن غلوكوز نوع امينو اصيدوريا. البلوت جاز كانت نورمال. لما عملنا الفيتامين دي بروفايل الـ 25 هيدروكسي فيتامين دي كان نورمال او اباو نورمال طبعا بنعنا على الاباو نورمال سلائتلي يعني بنعنا على الميديكيشن اللي خدها في البرور سيكس منس. الـ 1.25 دي هيدروكسي فيتامين دي كان على الاباو رينج اف نورمال. الباراسيرويد كان مقرب للخمسمية واليورن كالسيوم كريتينين ريشيو كان قليل. وده طبعا الكلاسيك بريزنتيشن اوف سيفير ريكتز. وما كانش فيه سبسيفك فيتشارز مسلا سجيستفور سولو هايبو باراسيروديزم زي الشورت سيرد انت فورس متا كاربالز. في البداية اه وذ كوشن كده احنا لما بنبقى بلاقي فيه اه الفراكتوري ريكتز اه يعني بحكم ان هو الاكتر شيوعا يعني اه دماغنا بتيجي شوي على الهيبو فسفاتيميك ريكتز. خصوصا مع اللو فسفيت. لكن طبعا لو بناخد الامر ده بحظة لان في عندي هايبو باراسيروديزم او ساكندري هايبو باراسيروديزم كما هو متوقع يعني. الـ اه 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 وده طبعا بيبقى اه 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 بدأنا تريتمت معك الستريول في البداية على بوينت وان ماكرو جرام بركيج ودينا فسفيت ريبليسمنت واخد واندوز اوف زوميتا زوليدرونيك اصيد فورزا ري ماركابول اوسيبروز. اه مع الوقت لقينا فيه يعني بدأ يبقى بدأ يحصل مع بالإضافة إلى الانجوينج دينتال ديفولومنت عملنا اللاب بعد كده بعد حوالي شهرين الكالسيوم 9 هو كان نورمال من البداية سيران فوسفرس بدأ يتحسن الالكالان الفوسفاتيس بدأ يقل ولكن البراسيرويد ما زال على سكايهاي فول 500 طيب بدأنا نشوك برضو هل فيه مثلا تيرشري هايبر براسيروديزم مع البرولونج سكندري هايبر براسيروديزم وده احنا نعرفه اكتر في حالات الرينال أوسيو ديستروفي فقلنا بالمرة برضو نعمل براسيرويد سينتوغرافي جايز يكون فيه أدينومة لصول الحاجة وفي النهاية طلع انه هو نورمال براسيرويد سكان كانش فيه اي فانشن براسيرويد أدينومة بنعيد مع الوقت الكلان الفوسفاتيز ما زال عالي الكالسيوم الفوسفرس الكالسيوم نورمال معظم الوقت أو يعني بوردر ليلو الفوسفرس شوية نورمال شوية بيقل عدنا تاني نتأكد من الفيتامين دي بروفايل الفيتامين دي كان 35 والبرولونج برضو ما زال فوق ال500 طيب بدأنا نفكر في سري دياغنوز هايبوفوسفاتيميك ريكتز وكان يعني فيه فيه الصام كريتيريا أجينيست دياغنوز نفكر في السفودو هايبوبارو تايروديزم وبنفكر في الفيتامين دي ديبيندينت ريكتز الهايبوفوسفاتيميك ريكتز الحاجة اللي كانت ماشي معاه انه كان فيه عندي هايبوفوسفاتيميا والحالة بتحسن مع فوسفات تريتمنت وفي نفس الوقت الاجينيست انه عندي بيري هاي باروسايرويد سواء قبل او افتر تريتمنت السودو هايبوباروسايروديزم عندي طبعا بيري هاي بي تي ايش ليفل وعندي برضو شورت ستيتشر وعندي هاي ويت توهايت ريشيو الاجينيست انه عندي هايبوفوسفاتيميا ولما ديت فوسفات قبل كده اتحسن وعندي نورمال كالسيوم ليبل وما عنديش كومبليت البرائت استو ديستروفي سكليتال فيتشار طيب هل هو فيتامين دي ديبيندينت ريكتز وهو كان المفروض الاقرب اللي كان معاه انه عندي هاي باروسايرويد ليبل لكنه برضو ما بيتحسنش ولو حتى بارش عليه مع التريتمينت وكان عندي لو فوسفات ليبل الاجينيست ان الكالسيوم عندي كان دايما ياما نورمال او بوردال لاين لو وعندي نورمال وان عندي دوينتين فايف هادروكسي فيتامين دي لو هو زايد ولا هو نايز اللي فيه كان انشيال كلينيكال امبروبمت مع الفوسفات ثرابي لما نيجي نبص على الويتامين دي ديبندنت راكسي طيب وان اهم ما يميزه ان هو عندي لو وان ان توينتين فايف هادروكسي فيتامين دي والعكس صحيح مع الطيب تو طيب طلبنا هو الاجسوم سيكونز طلع لنا ايه بقى طلع لنا ان هو دا فيتامين دي ديبندنت راكس طيب وان ايه وان دا هوموزايكوس نوفل فاريانت طيب الاجينست ايه في الحالة زي دي اتنا عندي نورمال وان عندي توينتين فايف هادروكسي فيتامين دي اذا دا برضو يعني نون كلاسيك بريزنتيشن اوف زا فيتامين دي ديبندنت راكس الولد على الوضع اللي احنا شايفينه دا هو الوضع اربع سنين بدنا المشيب على لارج دوز افا كالسيدول كنا الاول من المشيب على بوينت وان دلوقتي ماشى على مايكرو جرام بركيج يعني بياخد تقريبا فور دروبرز من الالف كالسيدول يوميا طوله تحسن بقى واحد ثمانين سنتي حداشر سنتي زادوا في السلاتين الاخارة منهم سبع سنتي دورن زال السير دلوقتي كان ووق وذ وادلينج جيت كان ستيب دون ويرز ان سبورت ان ران سلولي طيب هي الحالة كده اعتبر خلاص منتهية لكن برضو اللي بنيكي نعمله البول بروفايل برضو ما زال البولسايرويد تلتمائة تسعة وعشرين والالكالان فوسفاتيز فوق الالفين رغم الولد بيتحسن طيب الاسئلة المطروحة هنا دي بقى ليه كنتوا هوات ازا فوتش هالستيب هل ازود الدوز بعد كده يعني انا معايا رينج من واحد لغاية سكس ماكروغرام بركيج الولد ده فيري شورت هل هو انديكيتد فور جروس هرمون ثرابي ارنط شكرا جزيلا شكرا جزيلا